مبارك يامر برسال طائرتين مساعدات اضافيتين لتركيا رئيس الاركان التركي يعرب عن تقدير الدور الرئيس مبارك وتحت مساعدات من الهلال الاحمر لمنكوب الزلزال في تركيا نوريكو بس تقدير تركي الاخبار هناك وجهود القوات المسلحة طاقم الاطباء المصريين يجرون الجراحات وعالجون المرضى في اكثر مناطق المدارة البعثة المصرية اول من جاء للمنطقة وانقذوا المواطنين من الموت الرغيف المصري في مناطق الزلزال بتركيا ده مش حاجة احنا بنتكلم على وضع حصل مش لسه هيحصل حصل تاني بقول حصل وإحنا عادة يعني ال وقتها كمان اوريكو كمان بعض الصور وقتها كان لوق سامير فرج موجود او الله صور لوق في سامير فرج مع جيشنا العظيم بينقذوا المرضى بينقذوا قص المضارين من السيول قدام حضرتكوه في تركيا ده الجيش المصري هذا هو الجيش المصري بيعمل ايه راح عشان اساعد تركيا اساعد الشعب التركي دور مصر دي مصر دائما لا تتأخر وقتها كان في تركيا رئيس محترم يقدر مصر رئيس سليمان ديميريل بقول لها حالكو رئيس محترم كان يقدر مصر وعارف يعني ايه قيمة الدولة المصرية وكان علاقته قويق جدا بالرئيس مبارك في ذلك الوقت جدا مش عاد جدا الدانة وسيقة كانت دخلت ضمن مفاوضات طابة الدانة وسيقة وانا قلتها قبل كده بس بالمناسبة رئيس مبارك راح تركيا وسليمان ديميريل الدى وسيقة كانت ضمن مفاوضات طابة رئيس تركيا في ذلك الوقت رجل محترم يعرف مصر ودور مصر وقيمة مصر وهمية مصر ومنفعش حد يستغنى عن مصر زي ما النهاردة احمد دود اغلو وكمال كلشدار اغلو لاتنين الزعماء المعارضة النهاردة الكبار في تركيا بيقوله لاردوغان هو حد يعمل مشكلة مع مصر هو حد يقاطع مصر هو حد بيقولوله لازم تشوف اي حل عشان تتكلم على المصريين لانه ناس عارفة